اسلاميات ثمانية هل تعلم احمد قبله هل تعلم ان اول معركة بحرية خارجها المسلمون هي معركة ذات الصواري عام 35 حجري زمن خلافة الصحابي عثمان بن عفان رضي الله عنه وكانت بقيادة الصحابي عبدالله بن ابي سرج رضي الله عنه حيث انتصر المسلمون انتصارا مهيبا على الروم رغم قلة العدد والعتاد هل تعلم من السلطان المسلم محمد الفاتح فتح القسطنطينية وانهى الدولة البيزنطينية التي استمرت حوالي الف سنة وهو بعمر 21 سنة فقط هل تعلم ان المسلمين يقولون عند ذكر الخليفة الراشدية علي بن ابي طالب عبارة كرم الله ويشا لانه لم يسجد صنم او تمثال قط قبل اسلامه هل تعلم ان الفرد المسلم يقرى صورة الفاتحة 17 مرة في اليوم ذلك اثناء اداء الصلوات المفروضة هل تعلم ان احد تأويلات الحروف المقطعة في القرآن الكريم الف لا ميم وحاميم وطاء سيم ميم هي ان القرآن يؤشر الى ان العرب لن تستطع ان تؤلف مثل القرآن الكريم مع ان القرآن يستخدم نفس الحروف التي يستخدمها العرب هل تعلم ان المسلمون كانوا خلال العهد الاموي والعهد العباسي يستعملون الساعة المائية او الساعة الزجاجية من اجل تحديد بواقية الصلاة لا تنسوا الاشتراك في قناة بادو 22 مع السلامة اشتركوا في القناة